تحياتي لكم من قناتي قناة نامين الماجد يارب تكونوا بألف خير وصحة وصعادة وتكون دايما نصفاتي اللي بقدمها لكم بتنايل على عجبكم ورضاكم واهم حاجة تكون سهل عليكم في التنفيذ تعالوا النهاردة هنعمل ألز حاجة حلوة كده خطيرة قوي قوي تعالوا نعمل النهاردة كيكة الموز بالكرامل رهيبة انتم عارفيني طبعا في الكيكات متوساش عشان كده دايما بجيبلكم كل ما هو جديد نهاردة عمل لكم كيكة الموز بالكرامل الصيامي يعني الكيكة دي مفهش للبن ولا بيض ولا ثمنة ولا زبدة وطلعت بالجمال والحلاوة والطعام دي طعمها حلوة قوي قوي وهشة جدا جدا وممكن تستغنوا عن الكرامل والموز وتعملوها كيكة عادية كل داي هشوفوا معي بس لو لسه ما شاركتوش في القناة ما لنا تدوسوا على كلمة اشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر تفعلوا الجرس على كلمة الكل ما تنسونيش باعف لايك وشيرلوا الفيديو عشان يوصلكم كل جديد واشكر كل اللي بتابعني وبينتصف القناة مرسي جدا جدا لكم اول حاجة جبت كوباية من السكر زي ما انتم شايفين كده وحطيت عليها نصف كوباية من الزيت الزيت يكون دافي سنة دافي سنة يعني شوفوا بقولكم الزيت يكون دافي سنة ونبتدي ان احنا نقلب السكر كويس كده مع الزيت بالشكل ده لو عندنا مضرب كهرابي ممكن هيساعد معنا في العملية جدا ويبتدي ان هو يسهل الموضوع ولازم السكر يكون بودرة علشان يطلع معي نتيجة حلوة وفضل طبعا يكون سكر فاتح مش سكر غامي عشان الحاجات دي بتغمق معي لون الكيكة فاتخلي بالكم من الموضوع ده وبعد من نضرب الكوباية السكر مع نصف كوباية الزيت بالطريقة دي ونحوولهم القوام كريمي نجيب لحاجة اللي هنشتغل بها طبعا نبتلكم مافيش لبا بس هنشتغل بعصير البورتقان نحب دايما نجدد يعني ممكن نشتغل بعصير البورتقان ممكن لو ده موسم غير موسم البورتقان يعني ممكن نعملها بمنجة لو موسم المنجة ممكن نعملها بيوسفي لو موسم اليوسفي يعني بصوا هي كيكة بتقبل كل العصائر حتى ممكن على فكرة تعملوها بعصير التفاح ممكن تعملوها بالمريندا وممكن تعملوها بعصير التنك وممكن كمان تعملوها باي يعني ممكن تعملوها باي عصير عندكم في البيت مش لازم يعني برطقان فرش بس يعني احنا بنحب نستغل فكهة الموز اه طب ليه ما عملتهاش بعصير الموز طلما هي بالموز لأ حبيت اضيف نكهة الموز مع البرطقان تدي نكهة قوية واحلى بكتير كمان الموز يبقى حلو في حشو الكيكة لكن مش هيكون لطيف لما يتعامل جوه الكيكة لان هو بيكمش شوية اه لكن البرطقان بيخلي الحاجة هشة وليها ريحة جميلة فانا حبيت اقول لكم ليه يعني احنا اختارنا عصير البرطقان جبت برتقانتين وبدأت ان انا نعصرهم اه ومن غير سكر خاص طبعا ان احنا حاطين سكر جوه الكيكة هاخد كوباية من عصير البرطقان ونزلها على نص دقيقة نص السكر سوري نص الزيت وكوباية السكر ونفتدي ان احنا نقلب واحدة واحدة بالشكل ده لحد ما القوام يمتزق كله مع بعضه وكله يبقى نفس القوام ونفس الخليط بالشكل ده اه نضيف الكوباية واحدة واحدة علشان عايزين المكونات تمتزق بالراحة الديق اللي بستخدمه في الكيك هو ديق المخبوزات او ديق الكيكات علشان يطلع معي نتيجة واو الحلوة يعني اللي انتو بتشوفوها لكن لو ما فيش امكانيات ان انتو تجيبوا ديق مخبوزات ممكن تتعملوا النص بالنص يعني تجيبوا كيس ديق مخبوزات وكل ما تعملوا كيكة تاخنوا منه كوباية وكوباية من الديق العادي ودي احيانا انا بعملها لما بيكون مش عندي ديق مخبوزات فبطر ان انا اخلط الديق مع بعض بس لو عامل الكيكة صح واخد نفس الخطوات الكيكة بتطلع حلوة جدا وكأنها معمولة بالديق مخبوزات يعني دي متخلطة كوباية من الديق العادي بكوباية من ديق المخبوزات حتى تلاحظوا في فرق في اللون الاولى كانت غمقى شوية دي فتحة اكتر ونبدأ ان احنا نقلبهم مع بعض بالشكل ده علشان يدول القوامل مزبوط بس بحط معلها اثنين كوباية دول بحط باكت من الكيكشف او البيكينج بودر المتوفر عندي المتوفر نحط الكيكشف او البيكينج بودر محطش الاثنين ونحط الباكت وكامل ونبتدي ان احنا نقلب المطونات بالطريقة دي بحط في الدقيق معلقة كبيرة من النشا وبحط كمان في الدقيق زرة ملح يان ده اساسي في اي كيكة طالما هعمل كيكة بنخل دي وحط معلقة كبيرة من النشا وحط زرة خفيفة من الملح ده اساسي مع كيس البيكينج بودر الكيكة صيع مفطاري بعمل كده برش رشد فانيليا مش اساسي بس انا بحب رحة الفانيليا في الكيك هتلاحظوا القوام تقيل معكم شوية يعني حاسين ان ده مش قوام كيك لان الكوباتين دي كتير شوية وكمان عطل عليهم معلقة نشا طب نعمل ايه هنخف القوام بالمية المغلية او بعصير البرتقان المغلي اي اي حاجة منهم ربع كباية من مية مغلية او ربع كباية من عصير البرتقان المغلي علشان اولا يدي هشاشة للكيكة وارتفاع وكمان يدي آآ طراوة وحاجة حلوة كده بحط على ربع كباية المية او ربع كباية العصير المغلي بحط آآ معلقة صغيرة من الخل وسنة صغيرة او تكة صغيرة من لون الطعام لو انا حبتها مش حبه بلايش منه يعني في ناس كتير مش بتحب تحط الوان الطعام مع انها يعني احيانا بيبقى فيها انواع امنة بلايش مش عايزين تحطوها ما تحطوهاش كمان في حاجات بتتباع عند العطار اسمها اصانس الفاكهة دي امنة يعني دي بيكون طعم الفاكهة لكن مش لون طعام بتقدروا تحطوها برضو عشان انا بحط دايما اللون بس عشان يطلع لون الكيكة دهبي كده تحسوه فاتح وحل ده بالنسبة بيكون خلاص الكيكة كده خلصت تعالوا نشوف بقى التدريجة اللي احنا هنعملها في الصينية عشان تطلع معنا الكيكة اللي انت هتشوفوها معايا دلوقتي اول حاجة احنا قلنا ده بالنسبة خلاص كده القوان مثالي جدا بتاع الكيك تقدروا تسوي الكيك خلاص على كده عند قدروا تحطوه في صينية وتسوي كيك صينية مبطنة وتحطوها في الرف الوسطاني وتطلع معكم احلى كيكة ممكن تتخيلوا اما لو هتكملوا معايا هنجيب كوباية من السكر ونبتدي احنا نحطها على نار نرفحها على نار متوسطة لحد ما يبتدي للسكر ده يعمل ايه يكرمل برافو عليكم هنشوف دلوقتي شكل السكر لما يكرمل خالص وسيح خالص خالص بس يدخل في مرحلة الكارمالة لكن ما يتحرقش ما يتجمدش خلي بالكم من الحتة دي وبنستخدم كوباية واحدة لان كوباية واحدة بيكون كتير يعني احنا مش محتاجين الا كوباية واحدة بس قد مج الشاي عشان يبقى المقدار مزبوط بظبط قد مج الشاي سكر هنبتدي احنا نسايح شايفين ابتدى خلاص السكر يكرمل من كل الاتجاهات تحت وفوق وكله ساعت هنبتدي ننتظر بس خامس داي ونهد النار ونشوف بقى العظمة اللي هتحصل دلوقتي طبعا السوس الكارمال ده هو اللي احنا هنحطه في اعرص صانية فلو اتعمل صح الصانية تطلع معاك حلوة لو اتعمل غلط هتلزق فهتخلي بالكم من الحتة دي بالزاد صوس الكارمال لازم يطلع معاكم مزبوط بالمليل تلاحظوا جدا انا بعمل ايه دلوقتي ابتدى الكارمال اللي يسيح خالص خالص تمام كده تمام نكون مجهزين كوباية من الميا الفترة كوباية من الميا الفترة يعني فترة يعني مياه الحنفية لا مياه سخنة ولا مياه ساعة تقدروا تستخدموا حليب لو انتو عاملينها افطاري او حليب صيامي لو انتو تحبه ونبتدى نزود المياه سنة سنة مع تهديت النار علشان يطلع معانا الكارمال بالشكل اللي انتو هتشوفوه في الاخر وده شيء اساسي جدا ونبتدى ان احنا ندوب لو حصلت اي كالكاعة نبتدى ان احنا ندوبها بالراحة خالص او لو بقدرناش ندوبها نشلها ما نسيبش كالكاعة جوه السوس ابدا ده شكل السوس بعد ما داب خالص خالص طب احنا هنحطه سايب كده لأ هنتقلوا هنتقلوا بايه هنتقلوا بنشا ربع كوباية من الميا عليها معلقة كبيرة من النشا على البارد على البارد من برا وبعد كده ندوبهم كويس جدا وبعد كده ننزل عليهم على السوس واحدة واحدة لحد ما ابتدى معايا السوس يتقل ويبقى مظبوط ان احنا نصبه بقى جوه الصينية طب القوام بتاع السوس هيكون ازاي هتشوفوه بعينك للوقت عشان مش اقدر اوصف لك شكله هيبقى ازاي هتشوفوه بعينك عمليا عشان تعرفي القوام المظبوط اللي انا بحطه السوس لازم يعلم في الصينية مايبقاش سايب مايبقاش مية لازم يبقى تقيل شوية علشان خاطر لازم يعلم في الصينية السوس اساسي اساسي اللون طبعا هيبتدي يغمق مش اول ما هنحط النشا هيبقى فاتح شوية بس شوية قداما هيبتدي ان هو السوس يغمق كده ويكون السوس اللي هو السوس الطوف اللي احنا بنقول عليه ممكن تضيفه نكة الفانيليا للسوس ده وممكن ما تضيفوش اي حاجة بتحطوا بقى السوس بتحطوا اللموز بتحطوا الكيكا وبتسوها في الصينية وطبعا بتطلع معاكم حلوة جدا 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 بتحطوها في حمام مائي اتمنى بقى الوصفة تكون عجبتكم لو عجبتكم ما تنسوش بقى تشيركم في القناة تفعلوا جرس على كلمة الكل ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد وبشكر كل اللي بتابعني وبنتسف القناة مرسي جدا جدا ليكم وتحياتي ليكم واتنسوش بقى الاعلان تخطوا على القناة هسيب لكم اللينك والرابط ورقم التليفون في صدق الوصف الفانوشفاء واشوفكم دايما يا رب على خير ورأي اشتركوا في القناة